أخيراً عاد محمد إلى حضن أمه في منطقة قدس في ريف محافظة تعز يمكن له الآن أن يمارس حياته الطبيعية بعيداً عن رحلة التجنيد الشاقة تعرض الطفل ذو الرابع عشر للاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي قبل مدة ليست بقصيرة أجبرته الميليشيات على الانخراط في صفوفها وبين جبهات كثيرة تنقل محمد حيث تشاطرته الأحداث مرة بعد أخرى ثم تجهود حثثة بذلتها قيادات عسكرية وأخرى مدنية لإطلاق سراح محمد ومؤخراً نجحت في ذلك تسليم الطفل محمد الزبيري اليوم طبعاً من قبل اللواء 35 وهو كما تلاحظون عمره طبعاً طفل أزال تحت السين القانونية بكثير تعد لفتاة رائعة وقميلة من اللواء 35 يستحقون عليها الشوق طبعاً لأنه تم إخلاق هذا الطفل أنا أحد من الناس الذين كانوا يتابعونه من أكثر من شهر مع استمرار الحرب تفاقمت عمليات اختطاف الأطفال وتجنيدهم حتى صارت ظاهرة تتحدث عنها المنظمات المدنية بيد أن الحرب الدائرة ما تزال تلقي بظلالها على هذه الفئة الأضعف في المجتمع بل وتذهب في الخصم من رصيد حياته متثاقل الخطى سيعود محمد إلى المنزل وإن حاول نسيان أسوأ فصل من عمره ربما لن ينجح فقد يلازمه بل وصار كابوساً يؤرق حياته